اشتركوا في القناة خير على مشاهدينا تقدر تثق في حد ثقة عمياء تدينه كل الباسورد اللي في حياتك كلمة السير للفيسبوك للواتساب للموبايل عمتا في وجهة نظر بتقول لا مش من حقيق اي طرف من الطرفين انه ياخد الباسورد بتاع اي طرف دي ودي مش قلة ثقة لا احنا بنسميها مساحة شخصية ان كل واحد لازم يبقى عنده مساحته الشخصية يتحرك فيها برحته مش لازم ابقى طول الوقت حاسس ان انا مراقب وانه في حد بيرقبني وحد مع كل الباسورد بتاعي وده برضو مش معناه ان اي طرف من الطرفين بيامل حاجة غلط لا خالص للوقت للأسف بقت حياتنا الزوجية او حياتنا العاطفية او الحياة العملية عمتا بقت متوقفة على باسورد بقت متوقفة على شات ما بين اتنين بقت متوقفة على مكالمة تليفون ممكن تنهي العلاقة وممكن تؤدي الى انفصال طبعا في وجهة نظر يا رشا زي ما انتي قلت بتقول انه ممكن عادي ان انا قدي الباسورد عادي طالما انا امن الشخص ده على حياتي على بيتي على اصولتي على ولادي ايه المشكلة ان انا امنه على حتة باسورد حتى يعني بخصوص ان انا كمان مش بعمل حاجة غلط ايه المشكلة دي وجهة نظر طبعا احنا دلوقتي في مجتمع شرقي ممكن الراجل الشرقي دايما يقولك انا ما ينفعش ان انا ارتبط بحد الا لو انا عارف عنه كل حاجة بيكلم مين بيكلمه بيكلمه في ايه دي طبعا وجهة نظر شائعة جدا وكتير جدا بيفكر بالطريقة دي طبعا عندنا وجهة النظر ووجهة النظر الاخرى طبعا انتي اكيد يا رشال مشكلة لزي ما انت قلت يا ماركو فعلا الرجل الشرقي رجل الشرقي بياخد بيعتبر ان كل حاجة من حقه من حقه ان يعرف الباسورد بتاع الست ومن حقه ان هو يعرف يفتح موبايلها في اي وقت احنا مش بنسميها عدم ثقة فعلا هي بتبقى مساحة شخصية انا ممكن يبقى فيه محادثة بيني وبين واحدة صاحبتي بيني وبين والدتي بيني وبين اخويا حاجة تخص الطرف التاني مش تخصني انا فبالطرف التاني دا له اخويا مثلا فمش حابب ان حد يطلع على الموضوع مش حابب ان هو يعرفه فيه ناس كتير ممكن تقول لا طالما احنا ارتبطنا طالما حياتنا بقت واحدة مش هيبقى فيه مساحة شخصية اللي انت بتكلمي عنها دي يا رشا او مش هيبقى فيه خصوصية ما بيننا دي وجهة نظر طبعا تحترم وزي ما انت قلتي فيه حد تاني ممكن يقول انه انا طالما يعني خلاص ارتبطنا وكده باش تمام يبقى فيه ثقة بس يبقى فيه مساحة شخصية يبقى فيه خصوصية ما بيننا وبين بعض دي طبعا بترجع للاتفاق وبترجع للتفاهم ما بين الطرفين مش كلا كمان ان الموضوع الثقة دا بيوصلنا لحاجة نقطة تانية فيه برضو رأي بيقول ان من حق الطرفين كل واحد يعرف ماضي التاني يعرف علاقاته قبل ما يرتبط به كان مرتبط بحد قبلي ما كانش مرتبط الكلام دا كل فيه وجهة نظر بتقول لا مش من حق اي طرف يعرف ماضي التاني لان دا ماضي حصل خلاص وانتهى احنا ملناش علاقة به خلينا في حياتنا اللي موجودة دلوقتي وخلينا في مستقبل لان المشكلة ان الموضوع دوا بيعمل بعد كده مشاكل ممكن واحد يفتكر الخلفية او الموقف اللي حكاله عليه ان كنت مرتبط بحد معين فيبدأ موضوع الثقة دا يقل شوية في الموضوع دا دي فعلا وجهة نظر يا رشا بس في المقابل هتلاقي حد برضو بيقولك انا لازم عشان خاطر ارتبط بحد لازم الاول لازم اكون عارف كل حاجة فاتت يعني كل العلاقات اللي قبل كده كل حاجة عشان خاطر ما اتفاجئش طبعا احنا كمجتمع شرقي اذا ما انت عارفها برضو يا رشا لازم الراجل بيبقى داخل عايز يعرف كل حاجة عايز يعرف كل تفصيلة قبل لحظة الزواج او قبل لحظة الارتباط دا طبعا بيبقى نقطة خلاف كبيرة ما بين ناس كتير جدا بيختلفوا على الموضوع دا حد بيقول زي ما انت يا رشا بتقولي انه خلاص طالما بتدينا صفحة جديدة بننهي كل اللي فات لكن برضو احنا كمجتمع شرقي بنتكلم بنقول انه دايما الراجل الشرقي بيبقى عاوز يبقى عارف كل حاجة على دراية كاملة بشريك حياته عايز يعرف اللي فات حتى لو ما يخصوش دي برضو وجهة نظر يا رشا حابين برضو نوضحها بتبقى نقطة خلاف كبيرة ما بين اي اتنين دخلين على مجبلين على زواج او ارتباط مشكلة فعلا ان موضوعي ان انا اعرف ماضي الشخص اللي معايا دا مش هيفدني في حاجة بل بالعكس هو ممكن يضر في المستقبل يعني انا عرف حكاية ماركو كان حد متجوز بقاله اربع سنين وعاديين بيتكلموا عادي والكلام جاب بعضه وعارف ان مراته كانت مرتبطة بحد ايام الجامعة سنة يعني والارتباط ماكملش خير رد فعاله كان ايه كان راجب الشارع ايه طبعا الموضوع قدى الى الطلاق للأسف وقد ان هو طبعا ما بقاش بيصق فيها لان عارف ان كان عندها علاقات ابيها مع انها ممكن تكون علاقة عادية جدا ما فيهاش مشكلة لكن للأسف الموضوع قدى الى الطلاق احنا عشان كده بنقول ان كل واحد خلاص الماضي حصل وانتهى فمش لازم ننبش في الماضي زي ما بيقولوا وخلينا في المستقبل وخلينا في الحاضر دلوقتي ده يخدنا كمان لموضوع تاني يا راشا وهو موضوع تعدد العلاقات مثلا لو مثلا راجل مثلا عنده في شغله علاقات كتير بزمله مثلا بنات او العكس مثلا بنت في دراستها في جامعاتها ليه علاقة علاقات كتير مثلا بزميلها ولاد ده هنا بيخلق حالة برضو من عدم الثقة او الشك اللي ممكن يودي برضو لمشاكل كتير في العلاقة وممكن ما تستمرش بسبب كده ده بيبقى راجع لعدم تفاهم الطرفين مع بعض انه احنا اه في ثقة لكن الموضوع ما بيبقاش بنسب كل حاجة لازم تبقى بنسب متفوتة كل حاجة لازم يبقى فيها اعتدال لازم الوسطية في كل حاجة التفاهم والثقة المحدودة او المتوسطة دي دايما بتحل اي مشكلة وطبعا التفاهم يا راشا بيحل اي مشكلة ممكن تقابل الثقة فعلا يا ماركو زي ما انت قلت عادي ساعات بتبقى الراجل والست الاتنين بيشتغلوا وكل واحد فيهم عنده زمال في الشغل من الجنس الاخر ما فيهاش مشكلة هنا بقى لو كل طرف وثق في التاني ثقة عمياء وعارف هو بيتعامل مع الشخص اللي قدامه ازاي او بيتعامل مع زماله ازاي فالموضوع ده مش هيبقى فيه مشكلة خالص بل بالعكس على فكرة هو ممكن يكون فيه بينهم اصدقاء مشترقة يعني ممكن يكون فيه اصدقاء مشترقة بينهم هما الاتنين ويبقى الموضوع عادي كده طالما كل طرف وثق في الطرف التاني ده برضو بيودينا النقطة تانية سؤال كده بيطرح نفسه لو حد من الطرفين يضلت مثلا في حق التاني او خاني الثقة دي للحظة من اللحظات بسواء بقصد او من جراء قصد هنا بيجي سؤال كده ممكن يا راشا ممكن نجدد الثقة دي هل ان احنا الثقة دي ممكن تتجدد في يوم الايام ممكن ان احنا ننسى اي حاجة حصلت ونبتدي صفحة جديدة وثقة جديدة وتتبني زي ما كانت هل ده ممكن يحصل ولا لا بص مش في كل الاحوال وعلى حسب الغلطة يعني في غلطة ممكن تتنسي وممكن نجدد الثقة بعديها وفي غلطة كبيرة ما ينفعش تتنسي وما ينفعش ان انا ندي بعديها فرصة تانية ندي بتتوقف على الشخص طبعا وعلى الغلطة اللي هو عملها وعلى هل انا ممكن اسايم احوال دي فرصة تانية وهل ممكن الثقة بعد كده ترجع مليون في المية ولا ممكن الثقة تبقى مشكوك فيها ويبقى الموضوع مش زي الاول يعني الثقة تبقى بيننا بس الموضوع الثقة مش هيبقى زي الاول فعلا دي بترجع فعلا لكل واحد وثقافته بترجع لكل واحد وانطباعه عن التاني بترجع لكل واحد وثقةه في الشخص اللي معاه بترجع لكل واحد ونظرته للغلطة ايه في حد بالنسباله في غلطة كبيرة في غلطة صغيرة في غلطة ممكن تغطفر وفي غلطة ممكن لا ما تتنسيش وفيه ما ينفعش أن أنا أتغاد عنها ده بيرجع لكل واحد وحسب نظرته بالموضوع عاملة إزاي تقييمه للأمور عاملة إزاي طبعا كل واحد لازم في الأول وفي الآخر يبقى فيه نسبة تفاهم آه يبقى فيه سكة ما تبقاش عمياء بس يبقى فيه على أقل سكة معينة أقدر أن أنا أبني عليها لعلاقة بتاعتي يبقى فيه على أقل تفاهم لازم التفاهم أهم حاجة أن أنا حتى لو فيه مشكلة لازم أرجع للطرف الثاني وأتكلم معاه أقدر أتفاهم معاه بلغة حوار لازم يبقاش كل واحد فيه نعمل إنعزال نفسه ما يبقاش فيه حيطة ما بينها وبين بعض لازم يبقى فيه لغة حوار ما بينها وبين بعض عشان نقدر نعدي أي مشكلة ونقدر نكمل في أي حياة مستقبلية طب فيه حكاية كده يا ماركو عايز أخذ رأيك فيها كان فيه اتنين مرتبطين وللأسف البنت كانت متفقة مع أصحابها أو زميلها هما مع المرتبطة بي في الشغل إن هما يرقبوا ويجيوا لها كل يوم التقرير هو بيقابل مين وبيتكلم مين وبسيجي هاي آخر النهار بتسأله أنت قابلت مين النهاردة اتكلمت مع مين النهاردة فهي بتشوف بقى في الآخر هل الكلام اللي هو قاله مطابق للي أصحابها قالوه ولا لأ أنا شخصيا بسمن الموضوع ده عدم ثقة نهائي رأيك إيه بقى في الموضوع ده يا ماركو؟ هنا أنا عايزة أوضح بس نقطة صغيرة بتفصل ما بين عدم الثقة أو الشك وما بين الغيرة في شعراء صغيرة جدا بتفصل الغيرة عن الشك ممكن أنا شوف إن أنا ده عم بعمل كده بطبيع إن أنا مثلا بغير أو إن أنا ده غيرة صحية أو غيرة طبيعية في العلاقة ولكن أنا من غير مقصد أنا ممكن أكون بهدم الثقة اللي ما بيننا بهدم كل يعني كل لحظة صراحة وتكلمنا فيها أنا كده بهدمها من غير مقصد لأن شعراء صغيرة جدا ما بين الثقة وما بين قلة الثقة وما بين الشك لأنه ممكن الشك ده عدو كبير جدا لأي حياة مهما كان فيه تفاهم مهما كان فيه ترابط قلة الثقة ممكن تودي الشك وده حاجة مش مطلوبة جدا ومش صحية في العلاقة هي تزيب قد نحط لأننا نتكلم عليها إزاي نفرق بين قلة الثقة وبين الغيرة أن أنا غيرة على اللي قدامي بس يعني أنا أسأله هو بتقابل مين بتكلم مين فمدام أنا وثقة فيه وثقة أنه هو هيقولي الصراحة فخلاص أنا مش لازم أروح أسأل حد من وراه لأنه دي بيبقى شكلها وحش قوي وده معناه فعلا أن أنا مش وثقة في البني آدم ده إنما لو فيه صراحة بدنا فأنا هسأله طب أسأل أنا بغير عليك قولي بس كنت بتكلم مين النهاردة بتكلم كذا فأنا خلاص صدقت وهو قال لي إيه فمش محتاج أن أنا ودي حد يرقبه أو حد يقول لي إيه اللي بيعمله من وراي مظبوط يا راشا في نهاية حلقتنا حابين كل اتنين مقبلين على زواج أو علاقة عطفية أو علاقة خطوبة حابين نقول لهم خلوا كل حاجة فيه توسط خلوا فيه اعتدال في العلاقة بتاعتكم خلوا فيه تفاهم واعتدال في كل حاجة ما تبقاش أوفر في ثقتك وفي نفس الوقت ما تبقاش أوفر في غيرتك كل حاجة باعتدال وبتفاهم كل حاجة هتعدي وإن شاء الله الحياة تبقى أحسن وهتكامل وتبقى حياة قصرية جميلة اتفقوا مع بعض عن نقط من الأول هتدوا لبعض الباسورد هتحكوا لبعض عن ماضيكم ونشوفكم الأسبوع الجاي في نفس المعاد وحلقة جديدة من برنامجكم كلام كبار